لكن عايش تسألني بجد الفرحة اللي يمكن يكون مبالغ فيها دي أسبابها إيه فوزنا ببطولات أهمة بكتير جدا من كاس سوبر وفوزنا بماتشاط وببطولات أصعب بكتير جدا من كاس سوبر ولو سألت أي أهلاوي كاس السوبر المحلي بالنسبة لك يجي على مستوى الأهمية يعني في الترتيب نعم ركام أكيد وراء أكيد وراء بطولة الدوري وأكيد وراء بطولة الكاس وأكيد وبالتأكيد وراء بطولة دوري أبطال أفريقيا وراء السوبر الأفريقي وراء بطولات وراء مشاركة كاس العالم ما هيش بطولة مهمة قوي لجماهير نادي الأهلي يعني بكلمها على المستوى الأهمية مهمة لأنها بطولة لكن ترتبها من حيث الأهمية وراء شوي لكن الفرحة مبارح دي أنا بشوفها لتحقيقة ترجمة لفترة من الضغط الكبير جدا اللي اتعرضت لي واحد إدارة النادي الأهلي كلام على الصفقات وعلى موسم الانتقالات وأنه النادي فشل في أنه يعمل موسم انتقالات ناجح استعدادا للموسم الجديد التشكيك في الجيل ده تحديدا الأسماء اللي ظهرت قدامكم ولحقاية إنجازات ما حققاش أي فريق على مستوى قارة أفريقيا مش على مستوى مصر التشكيك في قدراتهم وتشكيك في إمكانياتهم وتشكيك في أنه جيل وانتهى وأنه على الأهل أنه يعيد بناء فريقه مرة تانية التشكيك في كولر نفسه التشكيك في إسم كولر مدرب لناس كتير جدا للأسف عنديش مشكلة مع الجاهل على فكرة أنا ما عنديش مشكلة مع الجاهل على الإطلاق بس عندي مشكلة مع الجاهل اللي عنده قناع أنه يقدر يفتي عندي مشكلة مع اللي ما يعرفش وشايف أنه يعرف ينظر الكلام ده حصل مع صفقات الأهلي تحديدا برونو سافيو تم التشكيك فيه والكلام عنه هو برازيلي مضروب وأنه برازيلي بيلعف دوري مغمور وأنه صفقة مش هتحدث الفرق مع نادي الأهلي وقد كان حقيقة يعني سافيو بشوفه الحقيقة واحد من أهم مكاسب ماتش بارة ومبسوط جدا 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 بالكرة أو بالهدف الأول اللي سجله في مباراة مهمة مباراة كانت سبب في تحقيق لقب وبطولة ده يخليه يدخل أكتر مع الفريق في اللي جاي مبسوط جدا بطاهر على فكرة في كل لعابة الأهلي مباراة كانوا نجوم حمدي فتحي حاجة سوبر ما شاء الله ربنا يحفظه أكرم توفيق يعني إيه الروح ده وإيه الروح دي والرجولة دي والمستوى ده والأداء ده الشناوي متولي عبد المنعم مش عايز أنسى حد طاهر طاهر مباراة أنا بشوفه من مكاسب المباراة بصوا طاهر حضر معنا في واحدة من أهم اللقطات اللي مش ممكن أبدا تتسل كل جميعنا دي الأهلي في مطش الرجاء المغربي مباراة سوبر إفريقيا مباراة اللي كان أهلي متأخر فيها لغاية تقريبا آخر المباراة وهي اللقطة دي ده طاهر يا جماعة شوفوا على الرغم من تسجيل طاهر هدف التعدد في مباراة الرجاء في مطش السوبر إن أنا بشوف اللقطة دي تحديدا بتلخص إمكانيات طاهر محمد طاهر طاهر لعيب كبير جدا 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 يمكن كان بيتعرض لضغوط كتيرة جدا يمكن التيشرت في الأول كانت تقيلة يمكن الجماهير بتاعت النادي الأهلي شيء ما كانش بتعود عليه طاهر لك أنا بشوف طاهر مباراة الحقيقة قدم جزء كبير جدا من مستوى طاهر اللي أنا أعرفه واللي إحنا مستنينه يظهر مع النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر